السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسأل الله مساكم خاني المتابعين. تجربة جديدة في محافظة ابو عروة. محافظة اي ابو عروة ولا منطقة? الجموم محافظة الجموم قرية ابو عروة. اه بير اخونا ابو عبدالله الشريف. هنقص الان ملوح حقة الموع. قريبا انا الفان وثلاثمية. ملوحة الموية الفان وثلاثمية. اهدا بي بي كي. اهدا دقيقة. نبقى تقرأ بالبي بي. ربعلاف وسبعمية. طيب. ايجي انجزها بالنقاص التاني. عشان اتكد اكتر من ملوح. هاد النقاص التاني. الفان وثلاثمية وثلاثين انا نقول ثلاثة اراف. تمام. هادي كورسة عشر جوانين ان شاء الله. هنبدأ نارج البيرقى. ما عافلنا العمكم. بس الواضح انها سطحي. ان الموية باردة. هنبدأ نشوف ان شاء الله عملية المعالج لهذا البير. السلام عليكم رحمة الله وبركاته. اصلا الله مساءكم اخواني متابعين. تجربة جديدة وبث جديد. معالج احد العباء في منطقة اه محافظة اه في محافظة الجموم قرية ابو عروة. ملوحة البير تقريبا اربعلاف اه بي بيم. كورسة هيكون عشر جوالين موكسد. هنبدأ المعالجة مع بعض خطوة خطوة. اهوشي يا ابو يا فاني جرس هادا. اهوشي نحط جرس معززة التفاعل. قريب مو بعيد. قريب مو بعيد. نعم. يعني دقريبة. اه اربعين خمسة و ثلاثين متر. لا اشك. اه اربعين خمسة و ثلاثين متر. اران نبدأ نصب الجوالين. ابدأ ابي اصب. بس انتبه ما يجي رجول حقك. يعني لما نصبه دو. هو كده صح? كويس. صبه كده. رجول حقك ما يجي دو. بس صبه كده. لازم كله وربع. بسم الله. الله الفرحة الغطاس. انفصل كارفته. ان شاء الله يشغلوك شباب. يا لوي بسم الله صب. ما في خوف. قل بسم الله. بسم الله. بسم الله. الان عملية المعالجة. وضعنا المواكسد في البير. ونحب نوضح للاسادة المتابعين ان المواكسد يعالج الاسيد وليس مادة اسيدية. هي تعالج الاسيد. فاللي كان عنده شكك ان المادة اسيد هي مياه اسيد هي تعالج الاسيد. هذا الدخان المتصاعد هذا دخان الملح اللي موجود اه في البير. وقد يكون جزء منه موجود في الكيسي. الكيسي الحديد. افضل شيء للمعالجة اللي هو الكيسي الحديد. هنصب العشرة الجوالين هادي. دايما لما نصب لازم نراعي ان احنا نكون اه باتجاه الريح. لانه هذا الدخان اللي بيطلع هذا دخان الملح. اه شوف جاء على رجلك. توقف وقف الجالون. توقف جالون. اذا جاء على الرجل غسر رجلك بالموة. شو جاء على يد الجسم كل. لرجلك قسل بالموة. واستخدم اي مادة زيتية. سواء زيت زيتون. كريم. ده احنا ادي الكريم هنا. رجلك التانية جاء عليها. هاي. يلا بيصب ان تكمل صب. تعال ادي الكريم. الله فيها ملح شديد. ملح شديد. ملح شديد. ملح شديد. ملح شديد. بجي حرارة جايب وقف هو. عادي. صب صب جالون تاني ابو يا صب جالون تاني. صب يا شاك واحدة. صب صب لا تخاف صب. بجيدي. اضرنا برخير لهم السيارة احصلة سانة جيش. اشتاولوا براحتهم. يتحرك الهواء شو الجوانتي في الكيس القفازات لا بابد من استخدام القفازات المطاطية أساسي أن القفازات المطاطية تمنع لأنه جسم الإنسان فيه ملح ليش نستخدم القفازات المطاطية؟ لأنه جسم الإنسان فيه ملح ولما نجي الموكسد لجسم الإنسان كل اللي يسويه أنه بس يأكل الملح اللي موجود في طبقة الجلد الأولى ولكن ما يأكل الجلد نفسه ما يسوي تعاكل للجلد مجرد ما يجعل يد غسل لدك بالموع فأستخدم أي مادة زيتية انتهت مشكلة المعكسد شوف فيه قفة قفة كمامة في الكيس نابد من وضع استخدام القفاز نستخدم القمامة عشان ما نستنشق لدخنا الصعد لأنه هذا ملح اللي قاعد يتبخر ألبس ألبس كمامة تقدرت تلتهم كما أقول لكم مامة أبو بي ايش لغت يعرف كمامة يبدأ الله ألبس كمامة شوف هناك في الكيس فيه كمامة موجودة طبعا إحنا السلامة أولا ألبس كمامة ألبس كمامة فيه قفاز تاني جديد كمان ألبس شوف فيه قفاز ولا ما فيه طبعا هذا الدخانة متصايد دخانة الملح إيش لغتاً فين جاء؟ فين؟ لغا ما جاء الأسبوع لا تخاف يا إبنة حلال هذا الإنمي ورغتاً أورغانيك سعيد لغتاً بس هو عشان لا ينكتب. واخرج لحقك يا شاسمك انت حسين? اه اخ رجلك. هذا كل المتصاعدة لان الدخان. هذا دخان. طبعا فيها الملح بيكون رسوبيات. جزء منه بيكون موجود على الجدار الكيسي. هذه المصورة اللي نسميه احنا كيسي. عبارة عن مصورة. الكيس والبير على تحت. احساس انه ناتجي او لا يسير انهدام او ردم للبير. فيضع المصورة هالي الحديدية تسمى الكيسي وبعضها يستخدم البلاستيك الرصاصي. اما البلاستيك الابيض موصير البلاستيك البيضة ما تنفعها. تقل على الشفة. تقل على الشفة. شفة البير. ها لقيت كفازة او ما لقيت. واحد. طيب هلبس واحد يلا. طيب اما لان العملية شغالة. هحضر الجوالة تبتوا. اشوف بس انتو قلوا لي انك انا رويها. اه يا شريف اطلع بالفيديو. اتخاف والله. والله شوف انا زيك شريف اطلع بالفيديو. طيب خلينا نحفش كده بعيد. نجيب الزاوية بس حكة البير. اطلع فينا اسم ما تحب التصوير. زي الشريف. عاصم. وزي اخوينة قاعدنا هغنيلو. اني انتبتوا بس. اشوف بس كيف طريقة خضوه اساسي انه ابدأ. او خلينا شوف زاوية قريبة عسل. شوف زاوية قريبة عسل. او جدال بس لايف. نحطه بزاوية قريبة. اكشف الله ده. افضل. المنطقة اسم ابو عروة. منطقة جميلة يا اخوان. ابو عروة طبعا هي تعتبر وادي فاطمة. صد وادي فاطمة صح? قريب من صد وادي فاطمة. ما هي اتحمل اتحمل. هذا دخان ملح. او جوا ملح. هذا ملح. هذا ملح. هذا دحين ملح. او بدان يجي عصير بدان. هذا ملح. ما يجي عصير دحين. يجي عصير بعد ممكن ثلاثة شهر. لا لا عصير. هذا في سريف سال. عصيد. انتكلم عصيد. عصيد ايو. في تست ريزولت. كويس. صبوا صبوا دحين انا ورين. اول شهر. او ملح. نعم. اشتركوا. ملح. سوف نقلب منها يجب أن تكون مجزئين تعلمونين؟ نعم كسيب هذا نحقنا نحص نحن نحو أساني هذا القطع هذا القطع يحقنا بميديوية وأيسان تقريبيه يجب نحقنا على الوعي نتروجين فتثار على الوعي ستغوية هل يمكننا أن تكون طيب اخوان المتابعين اللي طبعا احنا مو عادتنا نوري تحاليل منتجاتنا ولكن عشان تعرفوا المنتج اسمه المنتج خاص بمؤسسة مصنع يوسف رحمام بندقجي للصناعة هذه تحاليل للمنتج ما فيه اي عناصر نادرة او سامة ونركز على انه هنا فيه تحليل اسمه كربون طبعا الاورغانيك يحسبوها بالكربون فاي مادة كيميائية ما تحتوي عفوا اي مادة كيميائية ما تحتوي ما تتفق مع كربون وارحة الصورة وايضا فيها نيتروجين طبيعي ما فيه عناصر سامة ما فيه عناصر نادرة التحليل هذا معتمد في احضر معنا التجربة بس ما حنتكلم معك حرحة حبوب الباب قفل اسطوب وش هو اسطوب اه اه موي بس عسبا قفل 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 ما ادري الصوت كان واضح يا شباب اول انا قاعد اتكلم ما كان الصوت واضح صح الصوت لا لا وشغال ايه نعم هادي تجربة علمية تحليات مياه الابارة المالحة المنتج هذا ولا الله الحمد منتج وطني محلي يباع غرض تجارب الزراعية داخل المملكة العربية السعودية هادي الان معالجة احد الابار في محافظة الجموم قرية ابو عروة طبعا كورس البير هذا عشر جوالين زي ما وراكم قبل شوية التحليل اللي اظهرناها تثبت انه منتج عضوي لانه صار النقاش بيني بين العامل بيقول اسيد وانا بقول له ما هو اسيد لانه لو كان اسيد كان الحديد هذا داب او صار فيه تآكل اه المؤكسد يعالج الاسيد الان بعد عملية المعالجة وضعنا المؤكسد بالكامل لابد من اغلاق البير باحكام ليش لانه المؤكسد يتفاعل مع الاملاحة الموجودة في قاع البير ويبدأ يسوي ضغط هوى ضغط الهوى يدفع بالمؤكسد الى مسافات بعيدة من خلال العروق يبدأ ينظف العروق الى ان يصل الى مصدر الماء ويفتح من ناحية مصدر الماء ويعالج مصدر الماء اذا كان فيه ملوحة او فيه مواد اه ملوثة او مواد ملوثات او مياه صرف صحي الى خريق هذا المنتج الوحيد اللي يعالجها ان شاء الله بحول الله تعالى من الكبريت من الاسيد من الاملاح من النترات من الامونيا العالية من اي شي ما هم مضبوط يعالجوا المقصد الان اه هنقفل فوة البير باحكام البت الشغال نتمنى لكم تكونوا معنا هنبدأ نشوف اه 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 كيف نقفل فوة البير هذا دخانة ملحة متصعد الايلا خرجونا هذا كامس الحريفة اوه الايلا ياؤل كلها اوه المقصد موجه موطل مولان باقصد الايلا يطلق اوه الايلا لك أسرت اوه الايلا انتو قلولي اذا صورة واضحة كده اوكي طيب هباك تحط كيس جوه قفل هات كده شو ما بدخل جوه مرة معلوم? لازم كله مكان نفل نحن وعيبها وعيبها كله مشكلة هوا نفل مضبوط بس بس ما بدخل خلينا شوف ده حيك شوف 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 اه، هذا نجد ستغطس نجد القفل هنا فهم ان شاء الله بس فيه مخافي هذا القفل قفل شما اربط بحبل هذا انت قفل بيش اربطوا كيس اربط حبل عشان يتقفل مضبوط هذا قفل كده يتقفل من المثلوبة ايو تقفل لا يتقفل طبعا لابد من احكام اغلاق البير عشان يصير عملية تفاعل المواكسد مع الملاح في القاع ومن هنا تبدأ العملية الاكسد الفعلية للبير عشان نقدر نفتح العروق المواكسد هيولي الضغط وحيديب الملاح اللي موجودة في العروق ويبدأ يوصل الى مسافات ابعد انا عارفة شريف عاصم ممكن يوصل المواكسد من هنا عليم بكرة الى مسافة خمسة عشر كيلو شبكية يعني خمسة دائرة قطرة خمسة عشر كيلو شبكية من نقطة التمركز او نقطة المحور نقطة مقر البير الى دائرة شبكية قطرها خمسة عشر كيلو فيبدأ يوصل الى ما يوصل الى المصادر يعني بعض الاحيان لقنا جاتنا موية خضرة في محدة البير جاتنا موية خضرة طلعت موية السد فتح من ناحية السد مصدر البير حقه كان السد طبعا مو هذا البير ان شاء الله هذا كبال يكون المصدر حق البير دا السد او مصادر اخرى في الاخير حيوصل للمصدر المواكسد ويعالج المصدر من الاملاح والملوثات اللي فيه ويرجعنا بموية نظيفة الان المرحلة التالية مبعد عملية التكفيل هذي حمد اشرح لكم مية بس اعطوني دقائق هلين نكمل عملية التكفيل ونتبت الجوال زي الناس ونرجع لكم اقول رغمي اللي احنا علمية اغلابيت الشركات لا تحب شيء عملية نحن علمية هذا التكفيل من الليء او الخرطوش حق الغطاس اللي خارج من البير كده تم اغلاقه باحكام ضروري من غلق اللي الغطاس اللي خارج من البير باحكام الغلاق البير ايضا باحكام الآن شريف عاصم هنسيبها المدة اربعة ابو عبدالله هنسيبها المدة اربعة وشرين ساعة البير هذه ما تشتغل والكتبه هذي ما تنفك ايش ما يحصل في البير لحد يقاربين ان شاء الله هجيك اليوم الثاني مشكلة فره بشغول بس خلينا نشوف حكومة مع بعض متابعين نتفاهم بعد ما اوقف البر طيب الآن كهرباء ما في شغل يا بولي مو يبير ما في شغل يوم كامل اربعة وشرين ساعة كهرباء حق بير ولا كل هذا حق بير بس نتابع ما في شغل بالغلط بعدين سير مشكلة بك بك بكرة اذا ما شغل حطوا مو على زرع كبير هذا ما في مشكلة كله زرع ما في مشكلة خلي زرع كله ما عندك مشكلة في الموهدين طالع شابين مننا كمان يعالج التربة يفضل يكون الشجر الكبير عشان يمشي وبعد كده خلي فوقوا ببطن الارض حتطلع المواقسد اللي موجود على الارض ويعالج التربة من الاملاح اللي فيها يعني ممتع التربة شايفة خصبة جيدة ولكن يخصبها اكتر وكده ان شاء الله الامور طيبة الان ان شاء الله اه حنوقف البث ونجع لكم ان شاء الله تاني يوم او تالت يوم مع ابو عبدالله او تتابعوا معنا على قناتنا على اليوتيوب باسم يوسف بندقجي ياب او يوميات ياب بارك الله فيكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في التجربة وبعد كده حنبدأ نقيس اه كم صارت الملوحة وكم بتصير الملوحة اخذنا احنا عينا من البيرو في سنة طلعت اربع الاف وحنتابع ان شاء الله مع اخونا ابو عبدالله لكم العافية اخوكم نوسف بندقجي